مدبولي يفتتح اليوم منتدى رؤساء هيئة الاستثمار الأفريقية قمة مجموعة السبع الكبرى تنطلق اليوم في بريطانيا وكورونا والعلاقات مع روسيا وتغير المناخ أبرز القضايا مكرو يدعو حلف الناتو إلى توضيح استراتيجاته بشأن العلاقات مع روسيا الرابعة صباحا الثانية بتوقيت جرانتش موجزون إخباري جديد يأتي حضراتكم من القاهرة أهلا بكم يفتتح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم فعليات المنتدى الأول لرؤساء هيئة الاستثمار الأفريقية الذي يستمر حتى الرابع عشر من يونيو الحالي تحت شعار التكامل من أجل النمو يشارك في المنتدى وزراء ورؤساء هيئة الاستثمار في 34 دولة أفريقية بالإضافة إلى ممثل كبرى المؤسسات والتكتلات الاقتصادية تواصل المعدات الهندسية والأطقم الفنية المصرية عملها في إزالة الأنقاض وركام المنازل والأبراج المهدمة والمتضررة في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة وتمهيدا لإعادة الأعمار يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس السيسي وما أعلانه من التزام مصر بسرعة تحسين الأوضاع المعيشية لسكان القطاع رحب أعضاء لجنة بناء السلام بالأمم المتحدة بنتائج النسخة الثانية من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين وخلال اجتماع اللجنة الذي جرى عبر الفيديو برئاسة سفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة تم عرض مقرارات النسخة الثانية من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين ونتائج منتدى ستوك هولم للسلام والتنمية الذي عقد من الرابع إلى السابع من مايو 2021 هذا وأشاد سفراء الدول الأعضاء في اللجنة بمنتدى أسوان كمنصة رفيعة المستوى تعكس دور مصر الرائد في مجال بناء السلام وتعمل على تعزيز التعاون الأفريقي والدولي تنطلق اليوم أعمال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى والتي تستمر حتى يوم الثالث عشر من يونيو حيث يناقش القادة عددا من القضايا الملحة منها فيروس كورونا والعلاقات مع روسيا وتغير المناخ وشددت السلطات البريطانية إجراءات الأمن وأغلقت الشرطة الطرق والمسارات الساحلية المؤدية لخليج كاربيس وهو المنتجع الساحلية الصغير الذي يستضيف القمة ونصبت أسوارا حديدية وتبقت قيودا أخرى في المكان قالت وكالة الأنباء الألمانية دي بي اي إن المستشارة أنجلا ميركل ستتوجه إلى قمة السبع الكبار على الرغم من تسجيل إصابات بفيروس كورونا في الفندق الذي نزل فيه عناصر حرسها أشارت الوكالة إلى أن الحادث لن يؤثر على سفر المستشارة والوفد المرافق لها مبينة أن المتحدث باسم رئيس وزراء البريطاني بوري جونسون الذي تستضيف بلاده قمة الدول السبع أن ميركل ستشارك فيها كان قد تم تسجيل إصابات بفيروس كورونا في فندق سانت إيفز حيث نزل ما لا يقل عن اثنين من عناصر حراسة المستشارة الألمانية حيث تم إغلاق الفندق ووضعه تحت الحجر الصحي اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانيويل ماكرون أنه يجب على حلف الناتو أن يوضح استراتيجياته خاصة بشأن العلاقات مع روسيا وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي في باريس إن الناتو بات في وضع يحتاج فيه إلى توضيح استراتيجياته في مختلف المجالات وخاصة العلاقات التي يريدها الحلف مع روسيا كما رحب الرئيس الفرنسي باللقاء المرتقب بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدين مضيفا أنه كان دائما يؤيد الحوار قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيت برايس إن الهجمات الأخيرة في العراق لم تتسبب في أضرار كبيرة بالمنشئات وأكد برايس خلال مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة ما زالت تحقق في الهجومين على قاعدة بلد الجوية بمحافظات صلاح الدين التي تضم متعاقدين أمريكيين وقاعدة فيكتوريا القريبة من مطار بغداد الدولية بعد أن تعرضتها إلى هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة مفخخة انتهى الموجز الإخباري ولمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت اكسترانيوز دوت تي في كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك تويتر انستجرام ويوتيوب كنت معكم أنا سارة عبدالله أراكم على رأس الساعة القادمة